بقدر ما تعددت طرق الاحتيال عبر مختلف منصة التواصل الاجتماعي بقدر ما تقبلها عملية التحقيق المتبوعة بتوقفات في حق المخالفين للقوانين يوجد العديد من الأنواع كين نصبه الاحتيال كين بيع سلاح محضورة كين نشر محتوية مخالفة للنظام كين إباحية الأطفال كين مساس بالأشخاص نحن في سنة فريطة سجنة ما يقارب خمسة ألف قضية منهم ما يزيد عن ألفين قضية متعلقة بنوع القضايا المساس بالأشخاص اللي فيها الابتزاز والسب والقدف والتشهير إلى آخره جرائم النصب والاحتيال الابتزاز والتشهير أهم القضايا التي وقف عليها أفراد الأسلاك الأمنية مؤخرا ما وجب اتخاذ استراتيجية تتمشى والتصدي لها في حقيقة الأمر القضايا أو نسبة القضايا أو الشكل القضايا اختلف من سنة إلى أخرى في سنوات وين نلاحظ أن نسبة الابتزاز كثرت في سنوات أخرى نلاحظ أن اختراق مواقع الخاصة بالأطفال كثرت في كذلك التحرش الإلكتروني يعني تختلف من سنة إلى أخرى ولكن عموما القضايا المعالجة في إطار طفل كذلك عموما هي المساس بالحياة الخشرة للأشخاص ومساس بكيان الطفل وكذلك بالسلامة الجسدية والعقلانية للطفل المؤسسات الأمنية اتخذت مسارية تمشى والتكنولوجيا سيما وأنها تعرف تحديات كبيرة مع التطور المشهود للجيل الرابع والخامس ليشكل الوعي وعدم الإنصيا لأي شخص مجهول حلقة مهمة لتجنب المقوع في المحظور